السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي النهاردة ان شاء الله الفراخ بتاعتنا الجميزة البلدي البياض ما شاء الله عندها 8 ايام لما كنت بصور ده هي دلوقتي اكبر من كده بس انا كنت بصور ده وان كان عندهم 8 ايام ما كنتش لسه خرقتهم من المكان ده ومع الاسف نتيجة ان هم تسابوا في المكان ده انتوا زي ما انتوا شايفين كده لان هم بلدي مش فراخ هاجين ولا فراخ للتسمين فتحسيوا مع صفير مع صفرين فانا مش عارفة سقعانين ولا بردانين خايفة اللحم يبردوا لما جيت هبص في المكان من جوة لقيتوا سخن جدا اتفاجئت بيهم عندهم اسهال مدمم فان شاء الله النهاردة هنعمل وقاية وعلاج ليه الاسهالات جميع الاسهالات البني والاحمر المدمم والاسهال الاسود التلاتة دول ركزي معي كويس اوي في انواع الاسهالات التلاتة دول هما مراحل تطور الكوكسيديا مراحل تطور الكوكسيديا بتبدأ عند الفراخ باسهال بني بعد كده اهملتيها شوية بتحول لاسهال مدمم احمر او اسود على حسب النوع اللي جايلك من الكوكسيديا او اللي جايلي الفراخ يعني فان شاء الله باذن الله احنا هنعمل مع بعض خلطة ممتازة جدا جدا وهقولك ازاي تتصرفي عملتي خلطة عشاب خلطة من البيت بقى مدون ادوية هنعالج الفراخ بتاعتك خلال اربعة ايام هيكون كل ده انتهى تماما بفضل الله من غير خسائر ان شاء الله اهم حاجة انت تخدي بالك من الايه الاسهالات عند الفراخ اول ما تلاقي اسهال عند الفراخ بدأ باللون البني هنعمل الخلطة بتاعت الوقاية دي استمروا الاسهال وتطور يبقى بعد كده لازم نخش على الادوية وبنستخدم ادوية بشرية مش بيطرية لان البيطرية كلها مضروبة مفيش منها الا القليل الاوي لما تصح ويتطلع فيها نتيجة كويسة عشان كده انا بفضل اجيب من الاخر واستخدم ادوية بشرية لحل المشكلة دي يبقى المشكلة اللي عند الفراخ بتاعتنا هي الكوكسيديا سواء كوكسيديا او كوليستريديا اللي اتنين اخوات واللي اتنين علاجهم ان شاء الله واحد وسهل وبسيط جدا من البيت مش هنستهلك اي حاجة من برا خلال اربعة ايام بس الفراخك هتبقى زي الفل اهم حاجة تعطاش الفراخ كويس قوي وتسقي طيب ايه اسباب اللي بتخلي الاسهال ده يجي للفراخ بتاعتي اول حاجة اساسا الكتمة الشديدة ان الفراخ تكون انكتمت اول مكان اللي هي فيه مش جيد التهوية طبعا احنا في الحر دلوقتي واحيانا الجو ببرت فاحنا منكون مثلا دفينا الفراخ بالليل ونسينا نهولهم في الظهرية اول المكان مكتوم مش باين عليه انه هو مكتوم وانت بتهيالك انه هو حلم وهو درجة الحرارة فيه مكتومة مجرد ما تلاقي بداية الاسهال البني والمدمم والاسود دول اي نوع منهم خالص تبدأ في اول حاجة تفكري فيها تصبيتي الفرشة تصبيتي الفرشة نغير الفرشة خالص نشلها وننظفها ونطهارها ونعقمها تمام هما مش كلهم عندهم اسهال هو واحد بس او اتنين اللي عندهم المشكلة دي ولكن انا لازم اهم من البداية من اول زي ما اشوفتوا كده ماشاء الله الفرخ ما عندهش حاجة الفرخ ما عندهش اصحال اصلي ا ان ما انا في واحد او اتنين عندهم المشكلة فما ينفعش استنى لما الباقي كله تنتشر فيه الموضوع ده. اول حاجة بنغير الفرشة وننظفها فانا كده كده هنقيلهم لمكان تاني خالص المكان اللي هنقيلهم فيه بفرش فيه جير جير مطفي في الارضية وبعد كده اعمل لهم فرشة او اجيب كلور من عند بتاع المنظفات لتر كلور خام بحله على 10 لتر مية وبرشه في الارض منه مش كله طبعا برش منه حوالي لتر كده في الارضية واسبع لما تنشف خالص بعد كده احط طبقة من الجري المطفي بعد كده احط بقى اي ما تحط الشكاير او تحط انشارة او تبن الحاجة اللي انت عايز تحطيها اي حاجة انت تفرشها تحت الفراخ هتمشي اغيرت لهم المكان خالص وغير كده بقى نبدأ في التهوية السبب التالت اللي ممكن يكونها عندك ومش عندي انه هو ممكن تكوني بتربي نوعين مع بعض لو جبتي ابيض مع بلدي او معهم بط او اي حاجة دي تلات اسباب بتظهر الاسهال المدمم او الاسود عند الفراخ بتاعتنا بالذات الفراخ البلدي فراخ البلدي ده السبب اللي بيظهر عندها الاسهال المدمم ان يكون الجو مكتوم الفرشة الارضية تحتها مش نضيفة وفيها كمكامة وفيها مية فيها بلل او انا حطها معهم صنف تاني نوع تاني من الطيور ده بيخليهم يتعرضوا لموضوع الكوكسيديا ده دي الاسباب اه المرض ده خطير جدا بيأكل جسم الطائر بيخليه كش ويكمش ويوركن على جنب وما بيأكلش بيخس فبيدمر الطائر تماما واحيانا بيأدي لموت الطيور بتاعتنا لازم نلحقه من البداية اول حاجة زي ما قلنا بنظبط الحرارة بننظف الارضية بنطهارها بنعقمها وبعد كده نبدأ نشتغل على الوصفة اللي هنعملها دلوقتي هنجيب لتر مية نحطه على النار في حلة وحط عليه معلقة كبيرة من الشيح تمام معلقة كبيرة من الكسبرة النشفة معلقة كبيرة من الكمون واسيبهم يغلوا كويس ايو اغطي عليهم اغطي عليهم واسيبهم يغلوا كويس جدا بعد كده لمدة عشر دقايق بعد كده سيبهم يبرد وهم متغطيين بعد كده انزل البخار اللي على غطى الحلة دون جوه المية وبعد كده اخدوا اصفيه واقدموا للفراخ انا علشان بخاف على طيوري بقدموا ليهم صافي كده من غير ما دف اضافات مية او لو كنت مستعجلة شوية ازويوا حبة مية يبردوه لان انا بيعني بيعايزة تديهم حاجة مركزة تجيبني للاخر هتعمل الوصفة دي كل يوم لمدة اربعة ايام الصبح بعد الظهر في حاجة كمان مهمة لازم نعملها بعد الظهر قرص فلاجيل بشري قرص فلاجيل بشري بجيب القرص دوت خمسمية اقراس خمسمية ما تجيبش الشراب بتاع الاطفال ده لأ هاتي اقراس خمسمية بجيب القرص واتحانه كويس جدا تحانه وبحطه كده في كيس وادق عليه لحد لما يبقى بودرة وادوبه في لترين تلاتة مية تلاتة لتر مية وسقيه مع العطس شديد بعد الظهر يبقى انا اديت الصبح الخلطة بتلع عشاب بعد الظهر اديت في لاجيل استمر على الموضوع ده اربع تيام لا قدر الله الاصابة عندك شديدة والحال هتدورت وما خديش بالك ان هي عندهم الاسهال بوء الاحمر دوا وعملت اعمل الخلطة دي وحتتيها اربع تيام وبرده لسه زي ما هم الاسهال زي ما هو مفيش حل مفيش فايدة لأ ان شاء الله في حل وفي فايدة الفراخ بتاعتك ما خفتش معاك مين الاسهال خالص بالخلطة الاعشاب دي وبالفلاجيل خش بقى على المرحلة التانية اللي هي ايه بديهم الاول يوم كده خل معلقة كبيرة على لتر ومية وسقيهم خل علشان انضف الكليا بتاعتهم من قصر الفلاجيل لان اديت في لاجيل اربع تيام وهبدأ بقى ان انا اشتغل مضاد حيوي معاهم مدام ما جابش معاك نتيجة مدام الاعشاب ما جابتش معاك نتيجة والموضوع بقى له تلت تيام او اربع تيام بتدي علاج ومفيش تحس بتخشي على المرحلة الاقوى وان انت تعالجي ما تبدأيش على طول بالمضاد الحيوي علشان ما تهلكش فراخك لو انت اكتشفت الموضوع بدري هيخف معاك ان شاء الله لو متأخر او يعالجتي بقى عشاب ما جابش نتيجة خشي بقى على المضاد الحيوي هنجيب مضاد حيوي بشري اسمه ايموكس ايموكس ماشي هكتبولك على الشاشة واحطولك صورته ايموكس مضاد حيوي بشري خمسمية رخيص جدا مش غالي هجيب الشريط تمام مش لازم العلبة ايموكس بشري مضاد حيوي وهجيب معاها انتنال برضو هاتي الشريط مش لازم تجيب العلبة كلها انتنال ده مطاهر معي تمام كده هاجي الصبح احط كابسولة من الايموكس ده على 4 لتر مية لان دول صغيرين في السن فانا هحطولهم على 4 لتر مية كابسولة ايموكس 500 ادوبها في 4 لتر مية وادهلهم على يومين يومين او 3 حسب ما يقدروا يشربوا معايا تمام وهدهلهم الصبح وبعد الظهر باخر النهار بديها اعمل كابسولة ايموكسولة ايموكسولة وما فيش فيهم اي مشكلة يبقى احنا كده النهاردة بفضل الله قضينا على الاسهالات البني والاحمر والاسود التلات اسهالات دول محدش يشتكي منهم تاني بعد كده محدش يشتكي من الاسهالات دي تاني لان انا كده جدتلك من الاخر وقلتلك على ازاي تتعاملي مع الاسهال ده انا الشكر بتاعكم ان انتو تعملوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق حلو وانا سعيدة جدا بتعليقاتكم الجميلة بس اللايقات قليلة لان ناس كتيرة او بتتفرج ما بتعملش لايك انا عارفة ان حبيبي بيعملوني لايك انما الناس التانية يا ريت ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك لان انا نفسي ان المعلومة دي توصل للناس كلها ان انا بتفاجئ ان الحد الوقتي في ناس ما تعرفش ان الشيح هو اللي بيعالك الكوكسيديا بيجروا عالدكتور البطري ويجيبوا ادوية بيطرية وما بتعملش حاجة وتدي جرعة واثنين وعشرة وما فيش فيها اي فايدة انت تقدر تحل الموضوع بفضل الله من غير اي حاجة بعلاج بفضل الله بيجيب نتيجة بعد اربعة ايام اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا